مية مية هكذا من عمان تسأل تقول يعني ما صحة هذه الرسالة المتداولة من أول شيء إلى آخر رسالة طبعا رسالة طويلة وهي قصة المرأة التي خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفنها وهي فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد المناف زوجة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وكذا قصة طويلة جدا أختي الفاضل هذه الرسالة بالنسبة للحديث الموجود فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع قميصه وأنه دخل قبرها هذه لا تصح لا تصح ولا يجوز روايتها ولا يجوز حكايتها إلا على سبيل التحذير فحذروا من هذه الرسالة ونبهوا الناس على أنها غير صحيحة ولا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم